اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناع محمد شقير لا دولة في لبنان ولا قرار لدى اهل السياسة لدعم الاقتصاد الوطني شقير تحدث اثناء قيامه بجولة في اسواق جوني والبلدية والمرفاء اهلا وسهلا بمئة الف مؤسسة سورية غير سورية على اساس ان تكون شرعية تتعامل مثلها مثل اللبناني اما ما بيجوز نحن مؤسساتنا عم ندفع ضريبة وطفاء وضمان وبلدية ومالية وكل هالانواع وتجي مؤسسة تانية حدك ما عم تدفعون كيف بده يصير فيه هالمقدارة بهاي مؤسساتنا فعلا عم بتعاني السوق فعلا عم بتعاني ولكن متل ما اتفقوا اهل السياسة على موضوع محاربة الارهاب ودعم الجيش وله هيده شغل كتير مهمي يريتوا ان يتفقوا على محاربة الجوع لانه الجوع ممكن يوصل للارهاب للقتل والسرقة ولكل انواع الممنوعات بالبلد ولكن للأسف ما انواعيين لخطورة هذا الموضوع ولا واعيين انه لبنان اذا استمر حينوصل نحن على مشكلة اجتماعية كتير كبيرة مش ممكن البلد يتحسن الاقتصاد حركة السياحة حركة الاستثمارات بدون ما يكون في رئيس لهالبلاد شغير دعا لاقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لما فيه فائدة للبلد